اشتركوا في القناة ثمانون شخصاً ألقي القبض عليهم في منطقة التنعيم التنعيم أحد حدود الحرم المكي من جهة المدينة المنورة ألقي القبض على ثمانين شخصاً عند الفجر وهم يدبرون محاولة اغتيال للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله فعفى عنهم ألقي القبض على فضالة ابن عمير عند الكعبة المشرفة عند المستجار يريد أن يطعن النبي صلى الله عليه وآله بسكين فعفى عنه النبي حبار بن الأسود حاول اغتيال النبي فعفى عنه النبي عمير بن وهب ابن أمية يتحادثان ذكرى قتل المشركين في بدر فقال عمير لولا دين علي لم أقضه وعيال عندي أخاف عليهم الضياع لركبت إلى محمد فقتلته فاغتنمها صفوان بن أمية فرصة قال أنا أقضي دينك وأحفظ لك عيالك فاركب إلى محمد وقتله فشحذ عمير سيفه وأنقعه في السم ثم جاء إلى المدينة المنورة مخفيا السيف تحت ثيابه يغتنم الفرصة للفتك بالنبي صلى الله عليه وآله فألقي القبض عليه فجئ به إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله والسيف معلق في رقبته فقال أنعمتم صباحا وكانت هذه تحية أهل الجاهلية فقال النبي صلى الله عليه وآله إن الله تعالى أنعم علينا بتحية الإسلام وهي تحية أهل الجنة يقول القرآن سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار ما جاء بك قال جاء بي ولدي كان عنده ولد من ضمن الأسر الذين وقعوا في أسر النبي صلى الله عليه وآله قال وما شأن السيف الذي في عنقك فقال قبحها الله من سيوف فماذا أغنت عنا في بدر فقال له النبي أصدقني فلم يصدق عن نبي صلى الله عليه وآله فقال النبي له إن الله تعالى أوحى إلي أنك جلست مع صفوان بن أمية وتآمرتما على قتلي وقلت لصفوان لو لا دين علي لم أقضه وعيال أخشى عليهم الضياع لركبت إلى محمد فقتلته فضمن لك صفوان أن يؤدي يدينك وأن يكفل عيالك فركبت إلي لقتلي فعند ذلك أسقط في يده وقال يا محمد كنا نكذبك والآن عرفنا أنك صادق أمين النبي صلى الله عليه وآله عفى عنه وأمر أصحاب قال اطلقوا له أسيره اطلقوا له ولده أي عظمة هذه أكبر شخصية في الوجود تتعرض لمحاولة اغتيال في أكثر من موطن يقابلها النبي الأعظم بالرحمة بالعفو بالصفح بل حتى مع الحيوانات يتعاطى بالرحمة لأنه هو رحمة الله للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين